هل يتضرروا منهم هجروهم وأحرقوا بيوتهم وبعوا امتلكاتهم وفجروا ألعاب الأطفال وفجروا البيوت وسفكوا الدماء بكل الوسائل وبكل الطرق مقابل الجمعية كل يوم والناس تستغيط والأطفال يستغيطون والأمها تستغيط والزوجات هؤلاء هم الذين نقول لكم لا يحل الأحد حرام رعيكم اتقوا الله لا يحل أحد أن يتكلم نيابة عنهم هم لا يزالون إلى هذه اللحظة يبكون دما وليس دموعا الليلة والنهار ويرفعون أيديهم إلى الله ويتضرعون بأن يهلك هؤلاء الظالمين وكل من يعينهم احذروا له كل من يعين الظالم سيقع عليه هذا الدعاء فالموضوع موضوع شرعي وليس موضوع عاطفي دعني أني من الكلام هذا شيء نتبيه لأم المتحدة هذا تاريخ معروف مع الشعوب كلها لكي نكلم فيكم لأنتم تتكلموا الآن في الصفحات وكل واحد يفتي ونازل فيها إيمين ويصار وهذا صلح والصلح الخير نقول لك أنت لما تذكر آية من آيات الصلح وتترك الآية الأخرى الآية اللي تقول لك وإن جنح للسلمي فإن جنح له هي تكلم مع الكفار إجنح إذا طلبوا منك الصح لكن هي نفس القرآن نفسه اللي يقول لك فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم هو اللي يقول لك فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلون هل يستدل ببعض الآيات ويتركوا البعض الآخر هذا يصيل كمن يكفر ببعض يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض مثل واحد يستدل يقول فويل للمصلين ويسكت مثل واحد يقول يا أيها الذين قالوا لا تقربوا الصلاة ويوقف مناهي حذر من الصلاة هذا استدلال خاطئ واستدلال فاسد